يقضي أحمد رجب مسؤول صفحة داعش تحت المجهر التابعة لدار الإفتاء المصرية وفريقه المحدود ساعة طوال مراقباً الصفحات التابعة لتنظيم داعش المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد ما بغى من أفكار مغلوطة ويحلوها إلى المتخصصين من دار الإفتاء من المشايخ لضحضها بالأدلة الشرعية وباستخدام أسلوب المنطقي والإحتكام إلى لغة العقل أيضاً رجب يعي جيداً أهمية وخطورة جلوسه هنا أمام شاشة الحسوب اللي احنا بنعمله إن احنا بنقل الشباب إن هم يقعوا في براسن هؤلاء وكمان اللي بيخرج من داعش ممكن إن هو نستقطبه ونبتدي نحل الأفكار فإحنا عندنا بعض الأكاونتات الوهمية اللي بندخل من خلالها وبنعرف هم بيتناقشوا في إيه وبيتكلموا في إيه وفي بعض حاجات منشورة بشكل عام على الفيسبوك بعدما بنجمع هذه الأشياء بنبتدي نعملها في شكل تأرير لم تكتفي ضر الإفتاء بمحاصرة داعش بصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط بل امتدت المواجهة بإطلاق مجلة بصيرة الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية لنشر الإسلام الوسطي المعتدل وللوقوف وجهاً لوجها أما مضابق البجلة الرسمية لتنظيم داعش والتي تصدر شهرياً باللغتين العربية والإنجليزية بنبتدي بقى نعمل مقالات بنبتدي ناخد أراءهم جيزة مثلاً أكثر الأراء المشهورة عندهم زي موضوع الخلافة موضوع عسابي النساء موضوع قتل الأسرة بناخدها بقى بشكل مقالات بتطلع في شكل مقالات بتترجم إلى اللغة الإنجليزية وغيرها بتطلع كمان في شكل فتاوة لكن في الوقت ذاته يرى متخصصون في شؤون الجماعات الجهادية أن تحديات تفرض حول فرص المؤسسات الدينية المصرية في مواكبة قدرات داعش الهائلة في مجال الخبرات الدعائية المسألة بتحتاج إلى إمكانيات مالية أضخم تحتاج إلى خبرات فنية واسعة بتحتاج إلى دعم تقني عالي وفي تقدير المسألة دي لا متوفرة لإدارة الإفتاء ولا متوفرة للأظهر إذا قورنت إذا ما قورنت بالإمكانيات التقنية العالية للخبراء الموجودين لدى داعش هذه الصفحة وغيرها تثبت أهمية عدم اقتصار مواجهة تنظيم داعش أمنيا فقط فمن المهم أيضا ضحض الأفكار المغلوطة والمتطرفة بالأفكار المعتدلة والصحيحة مع ساعة مختلفة منظر الإفتاء المصرية لرصد ما يبثه تنظيم داعش الإرهابي والرد عليه بنفس السلاح معركة تشهد شدا وجذبا ما بين كلا الطرفين في إطار أن الفكرة لا يواجه إلا بالفكرة محمد عبد الله الحرة القاهرة